الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رؤية السعبان الاسود في منام المرأة المتزوجة دليل على المشاكل التي تصيب هذه المرأة وأهل بيتها وزوجها وأولادها والله أعلم أما رؤية سعبان اسود في المنام تقوم المرأة المتزوجة بضربه والله أعلم دليل أنها سوف تتخلص من بعض الهموم وتنتصر على الأعداء والله أعلم ولكن إذا رأت هذه المرأة أنها قتلت السعبان الاسود في المنام دليل والله أعلم أن مشاكلها في بيتها وبينها وبين زوجها سوف تنتهي بإذن الله عز وجل والله أعلم كما تشر رؤية السعبان الاسود في منام الرأي دليل على وجود أشخاص حسدين لهذه المرأة هي وأسرتها والله أعلم رؤية السعبان الاسفر في المنام دليل على المرض والعل الشديدة رؤية السعبان الاسفر في المنام دليل أن الشخص سيتعرض لشيء خطير ينبغي الحذر منه والله أعلم فرؤية السعبان الاسفر من الرؤية الغير محمودة والتي يمكن أن تكون دلالات سيئة على الرأي السعبان الكبير في المنام دليل على وجود أعداء حاقدين على الرأي يعيشون بالقرب منه والله أعلم مشكلة برضو التعبان الكبير اللي يبقى فيه كراهية وبغضاء بين الأزواج والأقارب تحديدا والله أعلم لذا فمشاهدة السعبان الكبير في الحلم لا تحمل دلالات محمودة مطلقا بل ترمز للحقد والكراهية والله أعلم كما السعبان بقى الأخضر كما يشير السعبان الأخضر على الشفاء ولكنه يحمل أيضا علامة على مكر الأهل يعني هو لو حد مريد في البيت ربنا هيشفيه ولكن في بعض الناس عندهم مكر في هذا البيت والله أعلم كما تدل رؤية السعبان الأخضر في المنام خاصة إذا رأته في البيت يعني لو شفته في البيت دي دليل إن فيه خير ورزق سيحل على أهل هذا البيت والله أعلم كما ترمز رؤية السعبان الأخضر في المنام على الرجل وليس المرأة بشكل عام يعني شوف سعبان أخضر بخص راجل مش بخص امرأة السعبان الأحمر يدل على الخداع والنفاق وإظهار المحبة من الخارج والقراهية من الداخل والله أعلم كما تشير الرؤية على وجود شخصا في حياة الرأي يتمنى الضرر لهذا الشخص وهو من أهل بيته والله أعلم رؤية السعبان الأحمر في المنام دليل أن صاحب الرؤية قوي ولا يفضل الاعتماد على غيره في حل مشاكله والله أعلم يمثل السعبان على الفراش في المنام على الزوجة فإذا قتله الرأي فإنه إشارة بموت زوجته وإذا قام بتقطعه فيعني طلاق زوجته منه والله أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر